بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل أسبوع وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتظهر في أغلب فترات الحلقة ممكن ترجعوا لأي جزء من محتوى حلقتنا السابقة على وسائل التواصل دي وممكن تبعت لنا أسئلة أو تعليقات أو اقتراحات تحبوا أن احنا نضمنها في الحلقات القادمة إن شاء الله من يحكى أن من عدة حلقات يعني من عدة أسابيع قدمت لحضراتكم حلقتين متتاليتين عن مهارة هامة جداً وده كان بناء على طلب وإلحاح من عدد كبير جداً جداً من حضراتكم الحلقتين دول كانوا عن مهارة التحكم الإراضي في التباول والتبرز عند الأطفال يعني إزاي نعلمهم هذه المهارة وفي نهاية الحلقة التانية قلت لحضراتكم إن إحنا أكيد ما قلناش كل حاجة نظراً لأن الموضوع كبير جداً جداً وقد يستغرق عدد فعلاً كبير جداً من الحلقات علشان كده طلبت من حضراتكم في نهاية هذه الحلقة إنكم تبعتلنا أي حاجة عايزين تسألوا عليها بخصوص هذه الحلقات أو بخصوص هذه المهارة يعني تحديداً وإحنا هنعمل لها حلقة خاصة يعني عن أسئلة حضراتكم بحيث إنها تكون موضوعات نكمل بيها ما بدأناه مع حضراتكم فطبعاً حضراتكم مشكورين استجبتم لهذا الأمر وبعتلنا الحقيقة كم كبير من الأسئلة جزء كبير من هذه الأسئلة أجوبتها كانت في الحلقتين اللي إحنا عرضناهم فعلاً اللي عملناهم فعلاً ولكن جزء أيضاً من الأسئلة جزء آخر يعني كانت عن جوانب أخرى نحب إن إحنا نتكلم فيها أو نحب إن إحنا نعيد فيها التركيز أو نركز عليها برضو أكتر علشان كده إحنا هنعمل الحلقة دي عن أسئلة حضراتكم الخاصة بمهارة التحكم الإراضي في التباول والتبرز إن شاء الله هنبدأ على طول بسؤالنا الأول وهو سؤال شادن شريف شادن شريف بتقول أنا مشكلتي بالليل يا دكتور بنتي سبع سنين وبتعمل وهي نايمة كتير قوي وكل يوم شادن شريف سؤالها هنا عن عدم التحكم في البول بنتها سبع سنين بتعمل وهي نايمة كتير قوي وكل يوم السؤال هنا عن عدم التحكم في البول في فترة النوم الليلي والسن سبع سنين مبدئيا سلس البول الليلي أو النكتورنال انيوريسز أو عدم التحكم الليلي كل ده مسميات لنفس الموضوع يعني هي مشكلة بتحصل لطفل من كل عشر أطفال فوق سن الخمس سنين خلاص؟ يعني نسبة حدوث المشكلة دي هي عشرة في المية فوق سن خمس سنين يعني من كل مية طفل فوق الخمس سنين من كل مية طفل عشر أطفال عندهم المشكلة دي وعلى فكرة دي نسبة يعني لا يستهام بيها مش عايزة أقول كبيرة أو صغيرة بس نسبة معقولة يعني فبالتالي الأصحاب هذه المشكلة لازم نقدم لهم معلومات تساعدهم في تجاوز هذه المشكلة إن شاء الله أو بمعنى أدق إن ولادهم يتجاوزوا ولادهم وبناتهم يتجاوزوا هذه المشكلة قلنا عشرة في المية من الأطفال فوق سن الخمس سنين يعانوا من عدم التحكم الليلي تلتين النسبة دي بقى يعني تلتين العشرة في المية دول بتكون من الأولاد مش من البنات يعني المشكلة دي بتحصل مع الولاد أكتر وبيكون فيه تاريخ عائلي لنفس المشكلة وتحديدا من جهة الأب أنا بس يعني إيه بطمن حضراتكم إن ممكن دي تكون لها جانب وراسي خلاص فممكن لو فيه أسرة عندهم طفل أو طفلة عندهم المشكلة دي الأطفال بيبقى أكتر نسبة حدوثها أكتر وبتبقى فيه لو فيه نسبة وراسة أو فيه عامل وراسي من تجاه الأب فنسأل عشان برضو نبقى فاهمين والتعليم على فكرة بالليل بشكل عام يعني تعليم التحكم بالليل بياخد وقت أطول من التعليم في فترات النهار وده منطقي لأن في فترات النهار الطفل بيكون واعي واعي إحنا عايزين إيه؟ واعي بقدراته بيحاول بيفشل في الأول بعد كده بينجح أو بينجح في مراته بيفشل في مراته بعد كده بينجح أكتر وهكذا في فترات الليل بقى لأ الطفل نايم فإحنا معتمدين على آليات أخرى إن إزاي الطفل ده يتحكم وهو غير واعي أو وهو نايم فمبدئيا كده لازم نكون وعيين إنه التحكم الليلي أو إن الطفل يتحكم بالليل الجزء ده من المهارة أصعب بكتير قوي من إن الطفل يتحكم في فترات النهار أو الday time زي ما احنا بنسميه طيب إيه بقى أسباب عدم التحكم الليلي؟ وفي أسباب علشان نحاول نحل هذه الأسباب أو ندور على أجوبة لهذه الأسئلة الخاصة بالأسباب فنقدر نتجاوز المشكلة إن شاء الله أول هذه الأسباب هي قلة تطور في القدرة على الاستيقاظ عند امتلاء المثانة تمام؟ المفروض المفروض إن المثانة اللي هي l'urinary bladder اسمها بالعربي المثانة هي المكان اللي بيتجمع فيه البول تمام؟ لما بيتجمع البول لليفل معين لمستوى قصدي معين يعني المفروض إنه لما الطفل يكون بقى خلاص يتحكم أو تعلم يعني بيحصل حالة تنبيه إن المثانة دي بتتنبه فتبدأ إرسال إشارات إلى المخ تخلي صاحب المثانة دي كبير بقى صغير ولد بنت ينتبه ويقوم ويحس إنه هو آه أنا عايز أقوم أدخل التوالد يعني بالبلد كده بتصحيم النوم طيب الموضوع ده بيحصل هنا بقى إحنا بنقول ممكن يكون فيه عدم التنبه ده مش موجود يعني الموضوع بقى الآلية الطبيعية دي مش موجودة طيب ده بيحصل إمتى؟ بيحصل في حالات الأطفال اللي عندهم المثانة صغيرة يعني حجم المثانة أصغر من الحجم المعتاد خلاص؟ أو في حالة ضعف ضبط أعصاب المثانة وهقول لكم هنتعامل إزاي مع الحكاية دي دلوقتي خلاص؟ يعني يا إما إن المثانة حجمها صغير فبالتالي عملية التنبيه دي فيها لخبطة أو إن الأعصاب بقى إن المثانة امتلقتها هي الأعصاب بقى اللي بتنبه دي هي اللي ضعيفة الأداء بتاعها ضعيف خلاص؟ طيب في حالة صغر حجم المثانة بيكون فيه تدخل تدخل طبي خلاص؟ إيه التدخل الطبي؟ فيه علاج دوائي وعلاج جراحي بنبدأ بالعلاج الدوائي فيه أدوية بتساعد عملية التنبيه دي في حالة المثانة صغيرة الحجم طيب الأدوية دي بتتاخد فترة فترة يعني لازم تقييمها ياخد شهور تمام؟ ابتدت تجيب نتيجة يبقى إن شاء الله مكمليه طيب ما حصلش النتيجة بيكون فيه تدخل جراحي خلاص كده؟ ده في حالة إن المثانة صغيرة طيب في حالة ضعف نشاط أو قلة نشاط الأعصاب بتاعت المثانة بيكون برضو فيه علاج لكن لازم قبل العلاج إجراء تدريب معين التدريب ده بيكون المقصود به تنبيه أو ضبط الأعصاب بشكل فيسيولوجي وده الأول قبل أي علاج دوائي أو جراحي طيب إيه الشرح بقى بتاعت التدريب؟ التدريب ده عبارة عن إيه؟ خلينا نكلم صاحبة السؤال ونكلم كل الأمات والأباء اللي عندهم ابن أو بنت عنده نفس المشكلة في نفس السن كنت قلتها لكم أنا في الحلقة بس هنقولها بقى بتفصيل أكتر اللي هي طريقة إيقاظ الطفلة كل ساعتين كل ساعتين بالزبط وده المدة أسبوعين متواصلين على الأقل بقول تاني أهو الطفل نام خلاص نام مثلا الساعة 8 نام الساعة 9 فيه ناس طبعا بتسمع كده يقولوا هو فيه طفل بينام الساعة 8 يا الأطفال لازم تنام الساعة 8 أو ساعة 9 يعني ده الوقت المطلوب إن الأطفال تنام فيه وتسحى بدري ومطلوب إن يعني إن إحنا نسحى معهم بدري إحنا حتى لو سهرنا بس نسحى معهم بدري لأن فكرة الأطفال اللي بيمتد معهم السهر دي وبيقلدونا يعني أو بيقلدوا الكبار دي فكرة خاطئة تماما فأنا بقول لكم الصح طيب نام الساعة 9 مثلا طفل أو طفل خلاص الساعة 11 حضرتك كأم أو حضرتك كأب بتروح كده بتصحي طفلك أو طفلتك تاخدوها تقعدوها على التوالد ساعة واحدة نفس الحكاية واحدة صباح ساعة ثلاثة ساعة خمسة ساعة سبعة ما فيش هزار ده تدريب فيسيولوجي ده تدريب قد يغني بشكل كبير جدا عن العلاج الدوائي والعلاج الجراحي ليه؟ إحنا كده بننبه الأعصاب بطريقة فيسيولوجية إحنا بنتدخل بقى من الخارج وبنقع هتقولولي طايت عملنا كده أحياناً الطفل بيبقى قاعد نايم على روحه ده هو لازم بيبقى نايم على روحه يعين لأنه بيبقى قايم منه بيبقى قايم مقاريف طبيعي بقايم مقاريف أوقات كتيرة الطفل أو طفلة ما بيعملوش مش مشكلة مش هدفنا أنه يعمل أنه يعمل تويلت مش هدفنا أنه فيه بول ينزل إحنا هدفنا أنه إحنا نصحيه ونقعده على التوالد ويشعر بفكرة جسمه يلمس قاعدة التوالد الميكانيزم ده أو المنظومة دي هي اللي بتنبه الأعصاب يقوم الجسم بقى لما يلاقي الحالة دي بتتكرر مع هذا الطفل لمدة زي ما يقولوك أسبوعين يقوم الجسم بقى نفسه يقولك لا أنا بقى هتدخل خلاص بقى المخ يبتدي يقولك لا أنا بقى إيه أنا هدخل أنا بقى خليه نايم بقى يعيني الطفل ده الجسم ده خليه نايم وبعد 3-4 ساعات لما هو بقى المسانة تمتلئ لمستوى معين أنا اللي هصحيه فهمته قصدي؟ يعني نقدر نقول أن المخ بيصعب عليه بقى الجسم بعد الأسبوعين ده ده تعبير مجازي طبعا فبيخلي بقى هو اللي يقوم يقولك خلاص بقى ما بلاش أنتوا بقى ريحوا للأب ولا للأم بقى أنا اللي هقوم بالدور ده بس هقوم بي بقى بالطريقة السليمة يبقى هنا حصل العلاج المطلوب أو حصل التدريب المطلوب عايز أقول لحضراتكم أنه جزء كبير جدا من الأطفال بعد إجراء هذا التدريب وأنا بقولك أسبوعين على الأقل أحط تحتها خط لأنه ممكن الموضوع يمتد شوي يبقى أكتر من أسبوعين تمام؟ جزء كبير من الأطفال المشكلة عندهم بتتحل طب ما تحلتش لا بنرجع تاني نرجع تاني المشكلة ما تحلتش لازم ناخد وقتنا دربنا صح نقوم ندخل على العلاج الدوائي برضو بتجربته الثرية اللي هي بتاخد وقتها المطلوب اللي ممكن تمتد لشهور لقدر الله ما نفعتش ممكن ندخل على التدخل الجراحي تمام؟ في حالة بقى لو الموضوع ما تحققش ممكن يدخل زي ما بقولكه عامل مساعد اللي هو العلاج الدوائي يعني أحيانا بيمتزج بقى الموضوع التدريب الفيسيولوجي ده بالعلاج يعني تلاقي الطبيب يقولكه هنعمل التدريب ده وهناخد الدواء ده يبقى الطفلة هنا ممكن أول احتمال أنها تستجيب للموضوع تستجيب للتدريب الفيسيولوجي ده تاني احتمال أن يحدث استجابة يعني وقتية ثم يحدث عدم تحكم تاني فساعتها بيكون القرار الطبي طيب نساعد بدواء تمام؟ يبقى هنا الدواء الطفلة بتاخد دواء مع استمرار عملية التدريب الفيسيولوجي تمام؟ وبعد كده ممكن بقى التدريب الفيسيولوجي ده يوقف وتمشي على الدواء ده شوي فهمتوا قصدي؟ أو لا قدر الله بقى لا ده نافع ولا ده نافع يبقى فيه ممكن تدخل جراحي مثلا من أسباب سلس البول البولي برضو سلس البول الليلي قصدي فقداء اللي هو الفقدان التحكم بالليل عدوى القناة البولية أو التهابات مجرى البول الله التهابات مجرى البول ممكن تؤدي التهابات مجرى البول دي يا مجازا إحنا بنختصرها كده ونقول إيه بحس بحرقان في التبول أو الطفل لو كبير أو صغير يعني أو لو الطفل كبير وقدر يعبر يقول إيه أنا بحس بحرقان كده وأنا بعمل تويلت بيبي مثلاً أو بعمل بول خلاص بيقدروا يعبروا يعني الكبار يقولك فيه حرقان في البول هو حرقان البول ده علامة من علامات التهابات مجرى البول الله بس التهابات مجرى البول ممكن تكون سبب في عدم التحكم آه ممكن تكون سبب وأقول لكم هنعمل إيه بس هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع حضراتكم يحكى أنه مازال متواصل خليكم معنا أهلاً وسهلاً بحضراتكم في القسم الثاني من حلقتنا النهاردة واللي بنخصصها لإجابة أسئلة حضراتكم الخاصة بمهارة التحكم الإراضي في تبول التبرز وكنا بدأنا في الجزء الأول بنجاوب سؤال شادن شريف اللي عندها بنت عندها سبع سنوات وتعاني من عدم التحكم في البول ليلاً وكان سننا سبع سنوات وقلنا يعني معلومات كده في الجزء الأول أرجوكم يعني ممكن ترجعوله على وسائل التواصل وكنا وقفنا ختمنا الجزء ده بفكرة أو بنستعرض باقي أسباب عدم التحكم وقلنا إن من الأسباب التهابات مجرى البول والتهابات مجرى البول دي مجازاً اللي احنا بنعبر عنها بكلمة إن فيه حرقان في البول التهابات مجرى البول أو عدوى القناة البولية هي نفس الحكاية تمام؟ طيب الحالة دي اللي هي التهابات مجرى المول التهابات المجرى البولي بتتعرف بطرق كتير زي إيه؟ زي تحليل البول ومزرعة الحساسية وتحليل البول غير مزرعة الحساسية لأن فيه ناس فاكرة أنهم حاجة واحدة لأ تحليل البول ده حاجة ومزرعة الحساسية دي حاجة تاني أو وجود زي ما قلتلكم العرض الشهير قوي وجود حرقان في البول أثناء عملية التبول أو أثناء عملية التبول يعني بيكون فيه حرقان تمام؟ أو حتى وجود طفح جلدي في المنطقة التناسولية ده قد يدل على عدوى أو التهاب في المجرى البولي أو حتى وجود بقع دم على الملابس الداخلية أو تحول البول إلى اللون الوردي الله ده فيه أحوال كتيرة هي؟ آه علشان كده دايما بنأكد على الأمهات بضرورة تعليم الطريقة الصحيحة للتشطيف لولدهم الأمهات والأباء بس أنا بتكلم هنا الأم بتعلم بنتها خلاص؟ وتحديدا عند التبرز لأن التشطيف الصحيح بيكون من الأمام إلى الخلف ليه؟ علشان ما يحصلش التهاب أو عدوى في المجرى البولي خلوا بالكوا قوي من النقطة دي خلوا بالكوا يا أمهات من النقطة دي وعلموا بناتكوا الصغيرين التشطيف الصحيح بيكون إزاي وزي ما قلت لكم في حال وجود أي عرض من الأعرض دي خلاص على طول بنروح للدكتور على طول يعني ما فيش أي داعي للتأخير علشان نكتشف السبب ونعرف عدوى أو التهاب المجرى البولي بلاش كلمة عدوى عشان هي اسمها كده في كتب الطبية بس في ناس ممكن تفتكر عدوى دي إنها حدت عدى من حد يعني لا هي اسمها كده يعني التهاب المجرى البولي خلاص؟ أو يوريناري تراكت انفكشن فهو هي ترجمتها الترجمة العربية أحيانا بتكون يعني محيرة لنا شوي إنما هي مش عدوى بالمعنى الدارج أو المعنى المفهوم إن حدت عدى من حد لا العدوى أن هذا الجسم قد أصابته عدوى من بكتيريا ما خلاص كده؟ ده يعني ده المقصود يعني تمام؟ طيب إيه تاني من أسباب فقدان التحكم الليلي؟ من أسباب فقدان التحكم الليلي برضو الإصابة بحاجة اسمها الديدان الدبوسي نوع من أنواع الديدان ودي بيتم تشخصها بإجراء تحليل براز بس تحليل البراز لازم يتعامل مرتين في نفس الأسبوع بفاصل زمني ثلاثة أيام هو المفروض يعني الحق الطبي إن تحليل براز بيتعامل ثلاث مرات في الأسبوع ولكن يعني اللي الواحد اكتشفه أو بيشوفه على أرض الواقع إن الناس بتعمل تحليل البراز ده بالعفية مر يعني اللي هو لما نقول تعليل براز بيبقى بتعمل بالعفية هو تحليل مزعج ومزعج على فكرة مش بس للطفل أو لأهل هو مزعج كمان للمعمل بتاع التحليل خلاص ولكن علشان نحصل على نتائج منه يا جماعة هو المكتوب في الكتب الطبية إن نازل نعمل تحت مرات بس مجازاً تعملوه مرتين أرجوك مرتين في نفس الأسبوع مش مرتين في الشهر لا يعني في خلال نفس الأسبوع مرتين بيكون فيه فاصل ما بينهم ثلاث يام على الأقل وده ليه؟ لإن فيه أنواع من الطفاليات والديدان بتستخبى يعني عندها قدرة على التخفي فأحياناً بنقول إيه؟ لو حاجة ما بنتش في أول تحليل ممكن تبان في تاني تحليل فهمتوا قصدي؟ يعني مش غلاسة ولا حاجة لكن ضرورة طبية طيب من الأسباب برضو من أسباب فقدان التحكم الليلي الإصابة بالإمساك المزمن ياه هو الإمساك ممكن يعمل فقدان للتحكم في البول بالليل وبالنهارة على الفكرة خلاص؟ آه في الحالة دي بيحصل ضغط على المثانة من جهة الشرج فلازم لو فيه حالة إمساك مزمن نعالجها أنا بكلمه شادن شريف صحبة السؤال وكل الأمات والأباء اللي عندهم مشكلة من نفس النوع طيب إيه تاني؟ فيه أسباب تانية؟ آه ممكن يكون السبب برضو الإصابة بمرض السكر وفقدان التحكم هنا بيكون علامة مبكرة على الإصابة بالمرض ده من الأسباب برضو والمرض دي بقى ده سبب سلوكي يعني مش مرض كسل استيقاظ أو كسل طلب المساعدة يعني إن الطفل يصحى فعلاً ما يكونش عنده مشكلة في الأعصاب بتاعت المسانة ولا حاجة وقلق فعلاً بس كسل يقوم كسل يقوم السرير نايم بقى وأحياناً في أوقات الشتاء لسه بقى تبقى كمان دفيان فاهمين قصدي؟ أو إن هو إيه؟ بابا ومامة قيلله لازم تيجي وتصحينا فان هو لسه بقى هاتلو فده دي مشكلة سلوكية هنا دي مش مشكلة طبية لازم بقى هنا ننبه الطفلة بكل حسم حسم مش بعنف ولا حاجة بضرورة التحرك في اتجاه الحمام في حل استيقاظ بسبب الرغبة في التبول أنا هنا بقى بكلم الطفلة عشان صاحبة السؤال عندها بنت وبكلم كل الأمهات بنت أولت تمام كده؟ وأخيراً آخر الأسباب وأشهرها على فكرة يعني كل الأسباب اللي أنا قلتها دي وردة ولكن أشهر الأسباب على الإطلاق في فقدان التحكم الليلي بيكون السبب النفسي أو ما يعرف بفقدان التحكم النفسي وده تشخيصه والتعامل معاه بيحصل عن طريق تخصص طب نفس الأطفال والعلاج على فكرة بيشمل الطفل والأم والأب طبعاً إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل استعراض للتاريخ النفسي والسلوكي للطفل بكل تفاصيله خلاص؟ وتلاقي الطبيب أو الطبيبة بتعطب بنفس الأطفال هتلاقيهم في الحالة اللي زي دي بعد ما يسمعوا بقى الموضوع من الأب والأم بتاع يسمعوا الطفلة الوحدة وبيسمعوا الأب الوحدة وبيسمعوا الأم الوحدة ده العلاج على فكرة هو مش نميمة يعني لا ده العلاج ليه؟ لأنه في علاج الحالة دي اللي هي بيكون منشأها بقى نفسي بيبقى الأمر لازم يشمل كل أفراد الأسر القصد أنه فقدان التحكم بيمشي في مسارات متتالية يعني العلاج بتاعه وأنا أقصد بيمشي في مسارات متتالية لو خدتوا بالكوا كده بقى نرجع نسترجع مع بعض بيمشي الأول في موضوع التدريب الفيسيولوجي فاكرينه اللي لسه قايلينه من شوية في الجزء الأول حكاية التنبيه أنه إحنا اللي بننبه أعصاب المسانة يبقى ده أول مصار بنمشي فيه التدريب الفيسيولوجي طيب إذا ما جابش نتيجة بيبدأ البحث عن سبب عضوي من الأسباب اللي شرحتها لحضراتكم دلوقتي الأسباب الكتيرة دي خلاص صغر حجم المسانة ضعف الأعصاب التهبات المجرى البولي الإصابة بالسكر يعني أسباب اللي إحنا لسه قيلينه طيب إذا ما توجدش سبب عضوي بيبدأ المصار الثالث وهو مصار العلاج النفسي دي خارطة الطريق اللي لازم نمشي فيها كأسرة أو كأب وأم يعني عندنا ابن أو بنت عندهم المشكلة دي خاصة في السن ده اللي هو سبع سنوات لأن سبع سنوات دي خلاص المفروض أنه بيتحكم وطبعا فيه فحوصات كتيرة بتكون احتمالية إجراءها للطفل وارد يعني أو الطفلة أو طفلة وارد بحسب المرحلة التشخيصية يعني إيه فاهمين قصدي يعني وارد إن إحنا يطلب مننا نعمل تحليل بول نعمل مزرعة حساسية بول نعمل تحليل البراز زي ما اتفقنا نعمل تحليل سكر خلاص وغيرها نعمل فحوصاتها كمان زي نعمل أشعة عادية أشعة اللي بيسموها أشعة إكس على الجهاز البولي نعمل موجات صوتية على البطن والحوض نعمل حاجة اسمها دراسة ديناميكات التباوت مش قصدي إن إحنا كل دا يتعامل لأ أنا قصدي إنه الحالة المراضية دي ما هي دي حالة مراضية حتى لو هي سببها نفسية حالة مراضية الوصول لحلها هيمر على ممكن وارد ما تستغربوش من الطلبات اللي ممكن تطلب يعني ما تستغربوش لو لو اتطلب منكو حاجة اسمها دراسة ديناميكات التباوت تقول إيه دا هو دا فلان كان عنده نفس المشكلة يا دوب كده قالوا يعملوا للولد تحليل بول هما ليه عندنا طلبوا حاجة زي كده كل حالة ليها خصوصيتها وليها أسبابها وعشان كده أنا كنت بكلم معاكم باستفادة وبشرح لكم يعني بدخلكوا جوه العقل الطبي المفروض الدكتور الشاطر يفكر ازاي ويمشي في أني مسارات ويمشي ايه في المسار الأول ثم الثاني ثم الثالث النصيحة الأخيرة في هذا الموضوع أو في هذا الأمر هي عدم الاستهانة بهذه المشكلة ما تستهونوش بالمشكلة دي وما تتأخروش في علاجها ليه؟ لأن الاستهانة بيها لها أضرار نفسية جدا الحقيقة وبيبع علاجها صعب والتأخر في علاجها بيصعب المشكلة وبيكبر أثارها السلبية ما هي المشكلة دي لها أثار سلبية شديدة على الطفل على فكرة وعلى أهله بس على الطفل وهو دا اللي يهمنا أكتر الحقيقة خلاص والأثار السلبية دي بتكون أثار سلبية عضوية ونفسية فأرجوكو نصيحتي المخلصة ليكو إنكو ما تتأخروش في علاجها وما تستهونوش بالحكاية من الأول هناخد السؤال الثاني سؤال نوال كريم محمود نوال كريم محمود بتقول أنا دخل على شهر والصبر بيخلص يا دكتور نعمل إيه؟ لا شهر إيه؟ شهر والصبر بيخلص يا أستاذة نوال لا إجمادي كده دا أنت لسه المشوار طويل قدامك شهر إيه؟ والصبر إيه لا هيخلص بعد شهر التعليم بياخد سنة صدمة هيف والشكو آه ما احنا قلنا كده في الحلقات بس بنرجع بقى نركز تاني ونعيد تاني لسه بدري قوي إنك تقولي الصبر بيخلص صبر إيه لا هيخلص؟ لا احنا قلنا الصبر هنا ملوش حدود خلاص وقلنا إن المهارة دي عبارة عن ست مراحل كل مرحلة الحد الأدنى ليها أسبوعين كل مرحلة من الستة الحد الأدنى ليها أسبوعين يعني الحد الأدنى من بدايات تعلم هذه المهارة ثلاث شهور وده إيه بقى؟ ده الطفل العبقري مش بس عبقري ده للعوامل كلها بتساعده هو فيه عوامل تساعد إن الطفل يتعلم المهارة دي بدري يعني يتعلمها كده يبدي لنا كده أمارة أو دلائل إنه ابتدى يتعلمها وهو عند ثلاث شهور آه إنه الطفل ده فيه عوامل بتساعده زي إيه؟ زي إنه يكون عنده زكاء فطري مميز يعني نسبة زكاءه عالية وهنا المقصود بنسبة الزكاء زكاء التحكم اللي هو إنه قدرته على ضبط أعصاب العضلات هو ربنا صرفها له بقى زي إن فيه طفل تاني مثلا هيتكلم أسرع زي إن فيه طفل تاني هيمشي بدري وهكذا فهنا الطفل ده يكون عنده زكاء فطري في فهم المعلومات الخاصة بالمهارة دي زي إنه يكون فيه تعاون الأم والأب وباقي أفراد الأسرة أفراد تانيين زي الإخوات والجدود إخوات للطفل والجدود الطفل في الحالة دي لما بيلاقي ناس كتيرة كده بتشجعوا وبتعاونوا وبتحفزوا الكلام ده كله بيتعلم أسرع زي لو الطفل ده بيروح حضانة مثلا والحضانة بتتعاون معاكوا كأسرة بشكل فعال في موضوع إنه هم يعلموا المهارة دي يعني بيقولوله نفس الكلام وبيعملوا معه نفس الحكاية وبيقعدوا على الطويلة كل شوي وكل شوي يسألوه والكلام ده كله دي عوامل تساعد قال إن الطفل يتعلم بسرعة زي إنه ما يكونش الطفل الأول الله هو الطفل الأول بيتأخر آه دي حقيقة دي حقيقة ستاتيكية يعني حقيقة إحصائية دايماً الطفل الأول بياخد وقت شوي في التعليم تلاقي الطفل الثاني بيتعلم أسرع ما تفهمش بقى واخد الطفل الأولاني هو كان عمالي رأبه فخد الخلاصة ولا إيه بالزبط إنما الطفل الأول ولد أو بنت بياخد وقت أطول في التعليم المتوسط إن كل مرحلة من الستة بتاخد شهر أسبوعين دا لحد الأدنى إنما العادي شهر يعني الست مراحل في ست شهور وفيه آراء طبية بتقول إن الفترة دي ما بيدخلش فيها التحكم الليلي كمان يعني فيه آراء طبية بتعتبر أن مرحلة التحكم الليلي دي مهارة الوحدة يعني بيعتبروا إن التحكم الليلي دا مهارة الوحدة ومع تغير بقى يعني الوقت يعني أصدي درجات الحرارة أو الفصول أو الكلام دا كله أو لقدر الله حدوث مثلا حاجة زي فترات المرض أو تغير مكان نوم الطفل زي مثلا لما بنسافر أجازة أو لما بنسافر مصيف ولا بتاعه ها لما دا بيحصل أو حدوث توترات في حياة الطفل أو تجارب جديدة ها توترات في حياة الطفل يعني إنه توتر بسبب حاجات تانية في البيت أو معاه أو كده فالتحكم بيتأخر أكتر مهارة بتفضل مع الطفل طول العمر ولازم التعلم بتاعها يكون بالفهن والصبر قائم على احتواء الطفل وحتى لحظات التأنيب له لازم تكون بحب والطبيعة الفطرية بتحفز الطفل على تعلم المهارة دي مهارة التحكم والهدف من عملية التعليم دي إننا نخليها عملية إيجابية طبيعية خالية من التهديد عشان كده فقدان الصبر ده أو قلت حتى الصبر هينعكس سلبا على الطفل وهيفقده الثقة اللي بيبنيها في نفسه كل يوم وهيخليه شك في قدراته طبعا دي فرصة كويسة إن أنا أقول لكم برضو إن التحكم في البراز بيحصل الأول يعني بيحصل قبل التحكم في البول وإن البنات بيكونوا أسرع في التحكم في التبرز الولاد بيكونوا أسرع في التحكم في التبول والحوادث العرضة وردة لغاية سنة من بداية التدريب هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل باقي أسئلة حضراتكم في هذا الموضوع يحكى أننا مازال متواصل خليكم معاكم أهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة في يحكى أننا واللي خصصناها للإجابة على أسئلة حضراتكم الخاصة بالحلقات اللي كنا قدمناها عن تعليم الأطفال مهارة التحكم الإراضي في التبول والتبرز أرجوكم ارجعوا لوسائل التواصل وشوفوا الجزء السابق من الحلقة شوفوا مبدئين كمان الحلقات نفسها والحلقة اللي احنا بنعملها النهاردة دي الجزء الأول والجزء الثاني وطبعا الجزء الثالث ده استكمال للمعلومات يعني فيها معلومات جديدة طيب وصلنا دلوقتي لسؤال إسراء أم محمد إسراء بتقول ابني سنتين وبيخاف يعمل ستول اللي هو البراز يعني بيخاف سواء في البوتي أو التويلت أو التويلت يعني طيب مبدئيا حكاية الخوف من البوتي اللي القصرية أنا آسف إن أنا بقولها بالعربي بس عشان لو في ناس مش عارف يعني بوتي تمام مبدئيا الخوف من موضوع البوتي أو القصر القصرية أو التويلت الخوف أمر وارد حدوثه عند أطفال كتير قوي يعني مش حالة خاصة يعني يا إسراء لا إسراء يا ساحبة السؤال مش حالة خاصة تمام ولكن لا يجب التقليل من هذا الخوف بالمناسبة يعني يعني إيه يعني ما نقولش إيه يعني إيه إيه اللي بيخوف في الموضوع ما هو الأطفال كده الأطفال بيخافوا من حاجات تبدو لنا غير منطقية ولكنها شديدة المنطقية بالنسبة له يبقى النصيحة إن إحنا نتعامل مع الموقف باحترام باحترام لهذا الخوف إزاي؟ إن إحنا نشرح له نشرح له إن البوتي دي أو التويلت دا دا ما فيش حاجة تخوف دا طبيعي أهو لو مثلا البوتي دي هو يقدر بنورها له بيمسكها والكلام دا كل وهكذا أدي التويلتة هو وإحنا بنعمل فيه عادي وفيش حاجة بتحصل فيه عادي خالص والكلام دا كل تمام؟ طيب في السؤال قالت إسراء إن هو بيخاف يعمل ستول اللي هو البراز يعني معنى كده إنه بيعمل البول أو بيعمل التبول عادي ودي نقطة مهمة يعني دا أمر يتبني عليه فاهمين قصدي؟ يعني هو مش بيخاف من العملية كلها لا هو خايف من جزئية البراز خلاص؟ فهنا إحنا مطلوب مننا استكمال عملية تدريب الطفل بس هو النقطة الخطيرة الحقيقة في السؤال اللي لفتت نظري مش عارف لفتت نظر كنتو كمان ولا لأ بس هي لفتت نظري هو عمر الطفل إن إسراء بتقول إن ابنها سنتين وبيخاف يعمل ستول في البوتي أو التويلت وأنا برجع أقول لإسراء ولكل الأمهات لأن دي نقطة خطيرة وكل الأباء وكل الجدود والجدات إن عملية التعليم بتبدأ من عمر سنتين يعني واضح كده يا إسراء إنك بادية من بدري والبداية بدري لن تجني منها شيء خلاص لن تحصلي على النتيجة اللي في دماغي هتوصلي برضو لنفس المعدل الزامن عارفين حاجة شبه إيه؟ شبه بالزبط لما نبقى ماشيين في شارع وفي عربية كده عمالة تعمل حاجات وبتاع عايزة تعدي عايزة تمشي بسرعة وفي بعد 200 متر إشارة فهتلاقي اللي بيعمل كده واللي ماشي طبيعي لتنين تقابلوا في الإشارة برضا فهمتي قصدي؟ يعني إنك تبدأي بدري في عمر بدري مش هتحصلي على نتيجة بالعكس في الموضوع ده بقى مش موضوع العربية في الموضوع ده بقى اللي هو المهارة دي أحياناً الضغط على الطفل بدري زي ما قلنا في الحلقتين اللي فاتوا اللي خاصين بالموضوع ده يعني ما بيجيبش نتائج إيجابية خالص وبيأخر عملية التدريب تمام؟ فدي بس نقطة لفتت نظري في السؤال فلكبت لازم أعلق عليها نرجع للسؤال لما نلاقي حاجة زي الموقف ده إنه بيخاف من البوتي أو من التوالت لما يجي يعمل ستول بيخاف يبقى لازم نشجع الطفل على استخدام حاجة واحدة مش لتنين يعني يا إما نركز بقى في البوتي اللي هي القصرية يا إما التوالت خلاص؟ يعني ممكن نركز في البوتي بلاش نعرض عليه بقى موضوع التوالت خالص خلاص؟ أو العكس تمام؟ في المرحلة دي الطفل بيكون في حاجة للثقة في قدراته والثقة كمان فيه إنه لو ده حصل هو الطفل بيحسبها إنه احتمالات الخطأ وارد فهو بيخاف من رد الفعل يعني بيخاف إنه هو يتكسف أو بيتخاف إنه هو بابا وماما يزعله أو بيخاف إنه هو يعني يفشل فهمين قصدي؟ فلازم نبني جواه الثقة لازم نفهم الطفل إنه ما تخافش إحنا لسه بنتعلم ادوا له الثقة دي وطمنوه هو مش الكلام ده مش معناه إنه هو هيستسهل ويعمل غلط أو هيعمل على روحه لا هو محتاج الثقة دي لإنه ممكن يبقى خايف يعني هو مش ضامن إنه يعمل صح في البوتي أو في التويلت خلاص؟ فأنا زي ما قلت لكم محتاج للثقة ومحتاج إنه إحنا نركز على حاجة واحدة خلاص؟ والموضوع ده الحقيقة بيحصل أسهل وأسرع في البوتي لما نلاقي الطفل خايف يعني بمعنى آخر الطفل بيخاف من التويلت أكتر ما بيخاف من البوتي لو هو مبدأ الخوف عنده طيب بيخاف من البوتي بقى يا ترى ليه؟ يا ترى ليه بيخاف من البوتي؟ أشهر الأسباب هي التوتر زي ما لسه بقول لكم توترك كأم وتوترك كأب التوتر اللي انتو فيه اللي هو أحسن يعمل برة أحسن مش عافية أحسن كأ خلاص؟ حتى لو انتو التوتر ده بتقولوه البعض قدام الطفل أو بتقولوه الطفل سامعه أو حتى ما بتقولوهوش بس هو حسه التوتر ده بينتقل للطفل فبيحصل له التوتر هو كمان فبيرفض استخدام البوتي خوفا من الفشل زي ما قلتلكم طيب السبب التاني اللي يخليه خاف من البوتي أو من الأسرية الضغط المتكرر والإلحاح الشديد على الطفل اللي هو كل نص ساعة نقوله تعالى أنا أعمل تعالى يلا نجرب لا ما دي حاجة تزهق برضو انتو فاهمين قصدي؟ لا عشان كده بقولوكو لازم السم يكون مناسب لازم الطفل يكون على الأقل عارف يعبر بالكلام أو بشبه الكلام يعني بكلمات شبأ يعني تقدروا تفهموا منها إنما الطفل كل ما كان صغار عيني لا حيلة له فالضغط الزائد أو الإلحاح يخليه خاف السبب التالت إصابة الطفل بالإمساك الله إيه علاقة الإمساك؟ ده بيخلي التبرز مؤلم أصلا لأنه أي حد عنده إمساك ويجي يعمل تبرز بيحس بالألم فالطفل عارف فالطفل بيخاف هنا من الأعاد على البوتي من الأول لتجنب الألم المصاحب لعملات الإخراج قلنا كده تلات أسبابه تخلي الطفل يخاف من البوتي التوتر توتركو يعني أنتو تمام؟ الإلحاح الشديد والضغط الإمساك إيه السبب الرابع؟ الإجهاد آه الإجهاد الأعدى على البوتي تجربة جديدة ومجهدة بالنسبة للطفل هي بالنسبة لك أنتو شايفينها حاجة سهلة خلاص؟ لكن إذا ما قرنت ما قورنت بسهولة الإخراج في الحفاظة يعني تخيلوا معايا كده الطفل بيقارن الأعدى على البوتي والأعدى دي والنزول الهدوم والأعدى وماما وبابا اللي قاعدين يعني قدامي على طول كده مقابل بقى أن أنا كنت بعمل في الحفاظة فهي تجربة مجهدة خلاص؟ ففيه أوقات بيكون الطفل يشعر بهذا الإجهاد خلاص؟ طيب نشجعه إزاي؟ أولا التطمين التطمين بس لا التطمين والتحفيز والتحفيز ده يكون بحنية التطمين والتحفيز بأنه هو يقدر أنت تقدر أنت جبير أنت شاطر أي حاجة بقى من الوسائل والكلام اللي ربنا يفتح بيه عليكم أنكم تشجعوا بيه ابنكم أو بنتكم تمام؟ دي أول حاجة ثانيا خلوا الأعاد على البوتي أو الأصرية ده جزء من روتين يومه حتى إذا كنتم لسه في بداية تعلم المهارة خالص يعني لازم يعني في أوقات كده محددة خلاص كده ثالثا يعني نكلم الطفل عن المرحلة الأولى اللي هي أنت لازم تعمل هنا المرحلة الأولى بقى رجعوا للحلقتين هتفهموا إيه ست مراحل تحديدا في الحلقة الثانية المرحلة الأولى نبتدي نشرح حالو اللي هي إيه إحنا بنعمل هنا الكبار بيعمله هنا إحنا عايزينك بقى تقلع الحفاظة دي وتعمل في الطويلت بقى وتعمل في البوتي زي الكبار المفروض إحنا هنبقى مبسطين قوي لعملت كده بنوعه دي إحنا اللي نقول دي المرحلة الأولى المرحلة الثانية أنه هو يفهم وقلت في الحلقتين الناس فاكر أنها حاجة واحدة لأ أنت قلت حاجة بس مش شرط أن اللي قدامك فهم أنت فاهم قصدي يعني روح حطل بتاع من الدرج فقاله هو اللي قدامك أنت بتكلم عن إيه يا عم أنت فاهم قصدي بتاعت إيه وأني درج فاهمين قصدي فمش شرط عشان إحنا قلنا قلنا الله هو ليه مش فاهم لأ لازم هو بقى في المرحلة الثانية وعشان كده بقى مهم أنكم تشوفوا إيه الحلقتين في المرحلة الثانية هو بيبين لنا أنه فاهم أنه فاهم إحنا عايزين إيه أو قصدنا إيه تمام وكمان ممكن نبتدي نقوله الكلام ده يعني نبتدي معاه أن إحنا نقعده على البوتي ده لو في الأول خالص يعني في بداية بقى التدريب بنقعده بهدومه آه بنقعده على الأصرية ده أو البوتي ده بهدومه هو مش هيعمل على فاك بس بنقعده بهدومه خلاص إحنا عايزينه يععد عايزينه يألف هذا الشيء بعد فترة يعني بعد يعني من المرحلة الثانية بقى من المرحلة الثانية نبتدي نقعد الطفل على البوتي بعد ما نقلعه هدومه تمام النقطة اللي بعد كده إزاي نعالج الأمر ده أو المشكلة دي لازم نعلمه إزاي وهو قاعد يسبت رجليه على الأرض يعني هو قاعد على البوتي كده لازم يحط رجليه على الأرض دي عملية مهمة جدا خاصة في التحكم في التبرز خلاص لازم يحط رجليه على الأرض خلاص كده ويبقى لابس شب شب عشان أرضية الحمامات ممكن تبقى رخام أو سيراميك أو كده فتبقى سقعة فما تبقاش مضرة فلازم يبقى لابس شب شب بتاعه بس حاطة رجليه على الأرض رجليه لمسة الأرض ولما الطفل يتطمن ويبتدي يعمل في البوتي أو الليلة الأصرية نبتدي نحفزه ونشجعه على التواليت إزاي بقى؟ إزاي؟ أولا نخليه اختار شكل القاعدة اللي بتتحط على التواليت عشان تصغير حجمه ما هو الأطفال مش بيعودوا على التواليت كده لا في قاعدة بقولنا عليها بتتجاب من الصيدليات ومن محلات مستلزمات الأطفال وموجودة في كل حتة في الدنيا وأسعارها عادية خالص بنروح القاعدة دي بتتحط علشان التواليت حجمه يصغر فبالتالي يبقى مناسب إن الطفل يقعد عليه يخلوه هو اللي يختار يعني ناخده معنا وهو اللي يختار شكلها لأنه بيبقى عليها أشكال حيوانات وأشكال ألعاب وأشكال كاركترز من اللي بتطلع في الكرتون وهكذا ثانيا إحنا بنقول بقى إزاي بقى نحببه في التواليت بعد ما أمن خلاص للبوتي نحببه بقى في التواليت نحفزه مقارنته بقى بالكبار لأنه على طول هيبعايز يقلد الكبار إيه النقطة اللي بعد كده لازم نسمح للطفل إنه يشوف بابا وهو قاعد على التواليت آه يشوف بابا لأنه ده هيشجع الطفل جدا خلاص إنه هو يفتح كده ويشوف بابا بيعمل إيه أو بتاعه أو حتى بابا يقول له بص أنا بعمل إزاي هو هيبعايز يقلدك أنا بتكلم على الأطفال الأولاد تمام الرابعا يعني أنا بتالي هم كانوا تلات نوع دير النقطة الرابعة بعض الأطفال بتخاف من حاجة غريبة جدا بيخافوا من صوت الكمبينيشن أو السيفون بعد ما يخلصوا ونشطفهم ونغسل إيديهم وكده نخرجهم بره التواليت وبعد كده نشد السيفون لأنه في أطفال بتخاف من صوت المية دي اللي بينزل في أطفال كده في أطفال كده لو حسيتوا إنه هو ما بيخافش خلاص عادي إنما لو كان بيخاف وبعدين نبتدي بقى نطمينه عادي وحتى هنخليه بعد كده هو اللي يدوس ونخليه يدوس بسبعين كده عشان بيبقى لازم يدوس جامد عشان المية تاخد بقى التويلت دا وتوديه بعيد والكلام دا كله خامسا خارج المنزل لما نخرج بره بلاش نجبر الطفل على التواليت في البداية التواليت اللي هو الحمام العادي بسق بشباية يقيته العادية يعني لما نخرج بره لأ ناخد معنا البوتي بقى وإحنا بره فهمتوا قصدي؟ ده لما نبقى بره في خروجة بقى في عند أرايب لينا وهكذا فهمتوا قصدي؟ يبقى في الأول ماشي؟ وإحنا بره نبقى واخدين معنا البوتي لو هو كانت تعلم على البوتي الأول لما لو تعلم على التواليت من الأول بناخد معنا إيه؟ القعدة بس فحلقة النهاردة جاوبنا على أسئلة والحقيقة أنه فيه لسه أسئلة تانية مهمة علشان كده يعني لأن أنا كنت وعدت حضراتكم وأنا بقدم الحلقتين الخاصين بهذه المهارة قلتلكم قلتلكم أنه الحلقتين مش كفاية وأنه تعليقات حضراتكم وأسئلة حضراتكم مهمة وفعلاً لسه فيه أسئلة مهمة علشان كده إن شاء الله الحلقة الجاية كمان هنكمل بقية الأسئلة بطمن حضراتكم بطمن كل اللي بعتولنا فيه لسه أسئلة هتجاوب عليها الحلقة الجاية برضو لأن الأمر يستاهل الحقيقة ويستحق لأنها معلومات مفيدة إحنا بدأنا بنا نخلصه نشطبه نسلمه لكم كده جاهز خلاص؟ فإن شاء الله الحلقة الجاية من يحكى أنه هنكمل باقي الأسئلة بتاعت حضراتكم الخاصة بمهارة التحكم الإراضي في تباول التبرز وهناخد أسئلة بقى تانية لأن برضو إيه؟ في ناس بعت أسئلة تانية في موضوعات أخرى فمن حقهم علينا أنه إحنا لازم نختار بعض الأسئلة ونجاوبها إن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاية وحلقة جديدة من يحكى أنه سلام عليكم